السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم طلابنا هذا جزء ثاني من محاضرة Physiological Change During Pregnancy تغرات الفسلجية اللي تحدث اثناء مرحلة الحمر اللي اخذناها لحد الان كان للغاية Metabolical Change During Pregnancy رح نكمل المحاضرة جزء ثاني Metabolical Change Total Metabolism is increased due to the needs of the growing fetus and the uterus تغرات اللي تحدث بعملية الأيضي تغرات التمثيل للغذاء العام يصير زيادة بالتمثيل الغذاء والمتابوليك سبب احتياجات النمو والجنين والرحم بازال متابوليك rate is increased to the extent of the 30% higher than that of the average for non-pregnant women احنا دوم نقيس الحالة اللي تصير تغير عدنا بها بالحمل بحالة الغير حامل يعني يتم زيادة معدل الأيض عمليات الأيض الأساسي الى حتى تقريبا 30% أعلى من المعدل المتوسط بالنساء الغير حوامل بروتين بالنسبة للتمثيل الغذائي للبروتين رح يكون توازن النتروجين إيجابي طوال طول فترة الحمل بسبب أنه احنا جاي يصير عدنا يعني تكاثر بعدد البروتين أو صناعات أو تكوين البروتين عند نهاية الفترة الحمل أو منطقة في فترة الترم يكون عمر الحمل تقريبا بين ثمانة ثلاثة ثلاثة وربعين أسبوع الجنين والمشيم يحتوون على 500 غرام من البروتين وكذلك يتكون 500 غرام من البروتين في جسم الأم بسبب هذا هو اللي تحدثنا عنه سابقا إنه يصير عدنا تمثيل متابوليك بالنسبة للنتروجين بزيتيف صناعات البروتين رح يكون إيجابي كاربوهيدرات متابوليزم تمثيل الغذائي للكاربوهيدرات insulin secretion is increased in response to glucose and amino acids رح يزاد إفراز الانسولين استجابة للغلوكوز والأحماض الأمينية اللي هما أشراسيات بالنسبة للصاعات البروتين hyperplasia and hyperthrofia of betasel of pancreas رح يصير أدي تضخم بالعدد الخلايا وبحجم الخلايا خاصة بالخلايا اللي بتب pancreas increase insulin level favors lipogenesis هذه الزيادة بالمستوى الانسولين رح يساعد على تكوين الدهون and fat storage وتخزين الدهون this mechanism ensure continuously supply of glucose to the fetus هذه الآلية تضمن استمرار امداد الجنين بالكلوكوز fat metabolism تمثيل الغذائي للدهون رح يكون an average of 3 to 4 kg of fat is stored during pregnancy mostly in the abdominal wall breast hips and thighs رح يتم تخزين ما يعدل تقريبا 3 إلى 4 kg من الدهون أثناء فتحة الحمل نكون معظمها نخزون بجدار البطن الثدي الوركين والفخذين هذا بالنسبة للأوم أو المرأة الحمل iron metabolism iron is absorbed as ferrous F2 plus from diodenum and eugenum and is released into the circulation as transferring transferring is iron transporting glucoprotein in serum بالنسبة للإستقلاب الحديد يكون تم انتصاص المادة الحديد أو FE2 من الاثنى عشر أو الduodenum وكذلك الجيجونوم أو الصائم بالنسبة للمصران small intestine وطبعا يطلق بالدورة الدومية على شكل transferring هو الحديد الذي ينقل البروتين السكري بال serum only 10% of ingested iron is absorbed بس 10% من الحديد المبتلع التم المتصاص total iron requirement during pregnancy is estimated approximately 1000 اجمال الحديد المطلوب اثناء فترة الحامل يقدر بحوالي 1000 ميليغرام أو غرام واحد في حالة عدم وجود مكملات الحديد خزين الحديد يتعاوض عن طريق الأكل وحيصير الخفاض في تركيز الهمونغلوبين وحديد الدم وفوريتين السيروم اللي تكلمنا عنه ان الفوريتين هو البروتين الدم اللي يحتوي على الحديد هذا كل التركيز ما تراح يقل اثناء فترة الحمل تكلمنا كذلك عن الفوريتين إنترacellular protein that stores iron and releases in the controlled situation but ferrous is the type of iron that is absorbed in the intestine to the blood weight gain in early weeks the patient may lose weight because of nosy and vomiting in the second the women can lose weight the third weeks during subsequent months the weight gain is progressive until the last one or two weeks of pregnancy when the weight remains esthetic في الأشهر اللاحقة راح تكون زيادة الوزن تدريجية حتى أسبوع أو أسبوعين الأخيرين مات الحمل هذا الأسبوعين راح يظل الوزن ثابت The total weight gain during the course of the singleton pregnancy for healthy women average 11 kg إجمالي زيادة الوزن خلال فتة الحمل للمرأة إذا كان حاملها مفرد يعني ما حاملته أم راح يكون المتوسط مالته تقريبا 11 kg Distributed to the 1 kg in first trimester and 5 kg each in second and third trimester يكون التوزيع مات على شكل أنه بالثلاث أشهر الأولى بس كيلو جرام واحد يزداد وزنها وثلاث أشهر الثانية وثلاث أشهر الأخيرة راح يكون كل ثلاث أشهر خمس كيلو جرامات يصير زيادة بالوزن مالته والمجموء يصير 11 كيلو The total weight gain of the term is distributed approximately as تقريبا يتم توزيع إجمالي زيادة الوزن عند نهاية الحمل على تقريب شكل الآتي Productive weight gain زيادة الوزن اللي يحصل بالجهاز التناسلي تقريبا 6 كيلوات يكون على شكل فيتوس الجنين الوزن تقريبا 3 كيلوات 300 غرام البلاسنتا أو المشيمة 600 غرام الليكور أو السائل المشيمي 800 غرام الرحم 900 غرام الثدي يكون تقريبا 400 غرام تراكم الدهون والبرودوين تقريبا على بعض يكون 3 كيلوات ونص بالنسبة لزيادة الوزن اللي تحدث بالأم يعني جسد الأم راح يكون Increase in blood volume زيادة بحجم الدم يكون الوزن ماته تقريبا كيلو 300 غرام Increase in extracellular fluid زيادة بالسوائل الخارج الوريد أو خارج الخلية يكون تقريبا 1.2 كيلوغرام Skeletal system تغرات اللي تحدث بالجهاز الهيكل العظمي Relaxation of the pelvic ligaments and muscles occurs because of the influence of estrogen and relaxin يحدث ارتخاء أو relaxation بالأربطة وعضلات الحوض المرأة الحامل بسبب تأثير الهرمون الأستروجين والrelaxin وطبعا هاي الحالة يوصل لحد الأقصى خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل Increase lumbar lordosis during later month of the pregnancy due to the enlarged uterus, backache and waddling gait زيادة باللوردوزز, lumbar lordosis أو القاصل القطني خلال الأشهر الأخيرة المتأخرة من الحين يعني مثلا شهرها التاسع راح يكون بسبب تضخم الحمل والرحم والجنين الداخل راح يصير pressure على الظهر لسبب آلام وحتى مشة الأوم راح يتغير تصير مثل وادلين جيت أو مشة البطريق هاي الصورة جانيت معين التغيير اللي تحدث بالعمود الفقري وهذا lumbar lordosis اللي يصير أو القاصل القاصل القطني اللي لنهاية العمود الفقري بسبب الحمل أو وزن الجنين والرحم والسوائل الموجودة بالرحم راح يصير pressure على ligaments وراح هذا التقع عور يزداد ويسبب آلام وتغيير بالمشية الأوم وخاصة بالفترة اللي يصير lightening الرحم ينزل ويتهيئ يعني وضعية الرحم للولادة يعني يصير عدني ميلان بالحوض ويصبح انحناء عظام الظهر أو العمود الفقري أكثر العظام تميل إنها الانحناء للخلف لموازنة البطن اللي صار حجم شبير تقريبا كل النساء يعني يجربون درجات من الآلم الظهور في الفترة المتقدمة من الحمل ممكن تحدث هالدرجات من التشنوج مثلا إحساس بالخدر والتنمل بالنساء الحوامد قد يعتقد البعض أن هاي العراض عدتها صلة بالانحناء اللي يصير باللومبر لوردوزز بس مو بس بس أصفل الظهر ممكن حتى منطقة الصدر والعنقهم تحدث هاي الآلام بسبب التغييرات الهورمونية خلال فترة الحامل ومعظم الحالات هاي المشاكل تختفي بعد الولادة لأنه المستوى الهورمونات يوصل لحده الطبيعي بمثل ما إشارنا أنه العضلات البطل السربيهن تمدد مع نمو الجنين وهاي العضلات تفقد القابلية والقدرة على الانقباض بالشكل التام لأنه تحافظ على الانحياز منطقة الأسفل الظهر أو اللومبر لوردوزز طبعاً تتميز أن المرء الحامل بشكل خاص أو نمو خاص من المشي طول الخطوات مالاته أثناء المشي مثل يعني شبهناها بمشة البطريق بسبب الثقل للوزن مالتها والوزن الحامل مالتها ونقصان التقوص القدمي نتيجة ازديادة الوزن وهاي التغييرات كلها يعني تختفي مع بعض الولادة الآن نتحدث عن سيستماتي change that occurs in respiratory system تغييرات اللي تحصل بالجهاز التنفسي shape of the chest and the circumference increase in the pregnancy by 6 cm يزاد شكل الصدر ومحيط الصدر أثناء فترة الحمل من مقدار تقريبا 6 cm progressive increase in the oxygen consumption which is caused by the increased metabolic needs of the mother and fetus زيادة تدريجية باستهلاق الأكسجين التي يناتج عن زيادة احتياجات الأيضية للأم والجنين الغشاء المخاطل البنعو من أف يكون متورم بسبب أنه يصير ازدياد بالأوعية الدموية يكون شكله هايبر أميك أو صير بي تح اتقان ده A state of hyperventilation occurs during pregnancy leading to increase tidal volume حالة من فرض التنفس or hyperventilation أثناء فترة الحمل تؤدي إلى زيادة حجم المدوجز أو tidal volume هو حجم المدوجز هو نسبة لحجم الأكسجين أو الهواء اللي يتبادل أثناء الشهيق والزفير بين الرأي The woman feels shortness of breath بمرة راح تحس بضيق التنفس Pregnancy state of respiratory alkalosis الحمل هو حالة القلوية التنفسية بسبب أن يصير عدي hyperventilation and hyperoxygenation يصير حالة قلوية بالدم بسبب التنفس المفرط Cardiovascular change تغييرات القلبية الوعائية Heart The heart Muscles particularly The left ventricles Hyper trophies Leading to enlargement of the heart سرعة ما راح القلب يصير بتضخم العضلات القلبية وخاصة البطين الأيسر يتضخم حتى يضخ الدم وهذا التضخم يؤدي أن القلب يكون مائل أكثر للجهة اليسر The growing uterus pushes the heart upward and to the left كذلك الرحم المتنامي راح يدفع القلب للأعلى وإلى اليسار أكثر During pregnancy the heart rate and stroke volume That is the amount of the blood pumped by heart with each beat increased due to the increased blood volume and oxygen requirement of the maternal tissue and growing fetus أثناء الحامل يزداد معدد ضربات القلب وهو حجم الضربات القلبية اللي هو كمية الدم اللي القلب يضخها مع كل نبضة يزداد هالثنين بسبب زيادة حجم الدم واحتياجات الأنسجة الأم والجنين إلى الأكسيجين حتى يتم النمو للخلايا مالاتا Cardiac output تغيرات اللي تحصل بالناتج القلب Increase markedly by the end of the first trimester راح يزداد بشكل محوظ بنهاية الثرث الأول من الحمل In the third trimester Arise, fall or no change at all has been showed to occur depending on individual variables راح في الفصل الثالث من الحمل يظهر ارتفاع انخفاض أو عدم حدوث أي تغيير على الأقل الأطلاق اعتمادا على المتغيرات الفردية يعني كل مرأة حاملة حسب المواصفات أو الخصائص الفردية مالتها ممكن هذا الأوتبود بالثلث الأخير من الحمل يتغير أو لا يتغير Lowest in the sitting or supine position and highest in the right or left lateral position or knee chest position الناتج القلب والcardiac output راح يكون في أدنى مستوياته في وضعية الجلوس أو الاستلقاء ورح يكون في أعلى مستوياته إذا كانت المرأة الحاملة الوضعية مالتها يكون متمددة إلى جانب الأيمن أو الأيسر أو في الوضعية السجدة أو knee chest خاصة في وضعية lateral position راح يكون هذا الcardiac output في أكثر مستوياته لأنه الضغط الناتج عن الرحم على الشريان الرحم يكون في أقل مستوياته The capacity of the veins and venules increases تزداد القدر الأوردة والأوردة الصغيرة خلال فترة الحمل يعني تستوعب حجم أكثر من الدم Arterial walls relax and dilate due to the effect of progesterone ترتقي جدران الشرايين وتتوسع نتيجة تأثير الهرمون البروجسترون ذكرناها في السابق The increased production of the vasodilator prostaglandin also contribute to this مو بس هرمون البروجسترون كذلك هرمون البروستغلاندين هماتين عند تأثير على التوسع الأوعية الدموية للجسم المرأة الحامل Blood pressure تغييرات اللي تحصل بالضغط الدم During the mid trimester change in blood pressure may occur causing fainting خلال منتصف الأشهر الثلاثة تغييرات بالدم راح يسبب يعني تغييرات بالضغوط ممكن يؤدي إلى الأغماء أو fainting In later pregnancy في الوقت اللاحق من الحامل أو الوقت المتأخر من الحامل أشهر الأخيرة Hypotension may occur in 10% of women عشرة من من النساء يصير بهم انخفاض بالضغط الدم In unsupported supine position إذا كان الوضعية مالتها المتمددة للظهر These terms as supine hypotensive syndrome يقول لها الوضعية Supine hypotensive syndrome متلازمة انخفاض الضغط الدم الخفيف بسبب الوضعية supine Depression of gravid uterus compress the vena cava Reducing the venus return ليش هاي الحالة تحدث؟ لأنه الوزن مالت راح أثناء الوضعية إذا كان الوضعية مالت المرة الحامل تكون على ظهرها راح هذا الحامل والوزن الرحم يضغط على الوريد الأجوف تحتاني وراح يسبب قلة من العائد الوريدي نتيجة يصيش أن cardiac output is reduced by 20 or 30.5% راح يخفض الناتج القلبي بالنسبة تقريبا 25% ويتسبب إلى انخفاض الضغط الدم إذا حد تقريبا 15% وهذا الحال يسموها بمتلازمة انخفاض الضغط الوضعي اللي هي الوضعية المستقية على الظهر هاي الصورة تبين لنا متلازمة انخفاض الضغط الدم أثناء الوضعية الشوفاين مثل ما نشوف الجنين والرحم والوزن الحامل كل راح يضغط على inferior venocaba ويقلل مستوات الدم الناتج عندنا الoutput راح يقل وكذلك في نهاية الأمر الblood pressure راح يصير بينخفاض طبعا قلنا انه ضغط الدم راح ينخفض بالثلاث أشهر الأخيرة ولكن في بعض الأحيان بالsecond trimester راح يقدر يعني يرتفع ضغط الدم بالثلث الثاني من الحمل ويرجع المعدلة الطبيعية ماته بالثلث الثالث هذه الزيادة الحجم الرحم والوزن الحمل راح يصير يسبب ضغط يعني الجزء السفلي من الجسم يسبب ركود الدم بها ونصير بها التمدد وناتج عنه تورن بالساقين والرجلين وظهور الدوالي به التوزيع المنطقي للتدفق الدم يعني اي مكان يلا يكون اكثر دم يوصل لها الزاد التدفق الدم في الراحة من تقريبا 50 مل بالدقيقة في حالة عدم وجود حمل إلى تقريبا حوالي 750 مل بالدقيقة أثناء الحمل خاصة في نهاية الحمل أو الترم يتم زيادة التدفق الدم الرؤوي الطبيعي حاله ماته تقريبا 600 مل بالدقيقة يوصل ل 2500 مل بالدقيقة هاي بسبب احتياج زيادة احتياج الدم الرؤية والأوكسجينيشن ديماند انكريز رينال بلوت فلو نورمالي is about 800 مل انكريز باي 400 مل بالمينة at 16th weeks remains at these level till term تدفق الدم الكلاوي طبيعي ماته 300 مل راح يزاد على هاي الـ 800 مل بالدقيقة الاسبوع السادس 16 او 16 ويبقى على هذا النهاية الحمل the heat sensation sweating stuffy nose complained by the pregnant woman can be explained by the increased blood flow الاحساس بالحرارة والتعرق او الاحتقان الانف يمكن تفسير هاي المشاكل من قبل المرأة الحامل بزيادة التدفق الدم انحى مناطق الجسم خاصة الانف urinary system change تغرات التحصل بالجهاز البوري firstly in the kidney dilation of the urethal renal pelvis and calluses the kidney large in the length by one centimeter راح تحدث توسع بالحالب والحوض الكلاوي والكوس اللي موجودة داخل الكيدني وتقريبا هذا التضخم يعني كلية بصورة عامة راح تكون تقريبا بمقدار سنتيمتر واحد renal plasma flow is increased by 50% to 75% مستوى تدفق البلازما الكلوي راح يزداد بالنسبة 75% إلى 50% maximum by the 6th week الاسبوع السادس عشر راح يوصل لحد الأقصى and is maintained until 34 weeks ويستمر حتى اسبوع رابعة وثلاثون after that is false by 25% وينخفض بالنسبة بعد ذلك ينخفض بالنسبة 25% glomerular filtration rate or GFR is increased by 50% all throughout the pregnancy زيادة معدل بالترشيح الكلوي أو GFR R راح يزاد بالنسبة 50% طبعا طول فترة الحمل هذه النسبة الظل مرتفعة التغييرات اللي يحصل باليورثر أو الحالب الحالب يصبح راخي أو مرتخي بسبب ارتفاع المستوى الهرمون البروجسترون Dilation of the urather above the pelvic prime with the status is marked on the right side especially in the primary gravida راح يصير تمدد بالحالب خاصة فوق حافة الحوض العظمي إضافة على ركود اللي يصير جانب الأيمن من الحوض يكون يعني normal physiological change during pregnancy in primary gravida أو اللي أول مرة يصير حامل urinary system change we are continuing to the bladder تغييرات اللي تحصل بالمثانة increased frequency of mictuation is noticed at the 6-8 weeks of pregnancy which subside after 20 weeks and in late pregnancy راح يلاحظ زيادة بالتبول عند أسابيع السادس إلى ثامن الحمل بداية الحمل وطبعا هايقيني لأنه الرحم راح يكون antiverted البوزيشن متى وبعدين يهدأ هاي الوضعية بعد أسبوع الثانية عشر بالحمل في نهاية الحمل راح شنو يكون التغيير مرة ثانية frequency of mictuation once more appears due to the pressure on the bladder as the presenting part descend down to the pelvis راح هاي يعني التكرر المictuation أو الدفعات التبول يظهر مرة أخرى بسبب شنو الضغط الناتج عن الرحم والوزن الجنين اللي يضغط على المثانة باعتبار جزء الحالي اللي ينزل أسفل الحوض stress incontinence may observe in the late pregnancy due to the urethral sphincter weakness ممكن في بعض النساء يلاحظنا سلس أو الجهاد البول في وقت متأخر من الحمل أسابيع الأخيرة بسبب ضعف العضلة العاصرة في مجرى البول alimentary system change تغييرات اللي تحصل بالجهاز الهضمي gums become congested and spongy and may bleed to touch اللثة تصبح محتقنة أسفنجية وقد ممكن تنزف أثناء اللمس يعني مثلا أثناء التفريج أثناء الأكل the risk of peptic also disease is reduced الاحتماليات الأصابة بالقرحة الهضمية راح تسقل لأنه قلنا الحركات البرستالتيك راح تسقل وكذلك acidity مع المعدة تسقل atonicity of the gut lead to constipation هاي الخمول بالجهاز الهضمي بسبب خفاض الحركات البرستالتيك بالمصران راح تؤدي إلى يعني كسل بالجهاز الهضمي وعدم عبور الأكل بسرعة من جهاز الهضم وسر انتصاص بالسوائل وتؤدي إلى constipation أو الأمسك liver and gallbladder تغلات التحصد بالكبد والمرارة liver functions are depressed وضعف الكبد راح تقل high blood cholesterol levels during pregnancy favor stone formation ارتفع النسبة ومستوى الكوليسترول بالدم لانو احنا قلنا الليبيد فورميشن راح يكون عالي من فترة الحمل تغزين الدهن والتكوين راح تسبب ويساعد على تكوين الحصوى بالمرارة أو القالب لادر راح تلعدم stone formation change in the endocrine system تغيرات اللي تحصل في الغدد السماء placental hormones هرمونات التفرز المشيمة placenta produce several hormones the high levels of estrogen and progesterone produced by the placenta are responsible for breast change skin pigmentation and uterine enlargement in the first trimester مستويات العالية من الأستروجين بلوجسترون راح تسبب تغيرات الثلاثة شهر الأولى من الحمل اللي هي تغيرات في الثدي تصبغات الجلد وكذلك تضخم في الراحة chronic gonadathropin is the basis for the immunologic pregnancy test الهورمون ال gonadathropin بين المشيمة هو اختبار الحمل المناعي الأولى الأساس هو لهذا الاختبار هذا الهورمون يعني من يساوون هورمون الاختبار الحمل يرح يقيصون مستوى chronic gonadathropin بالتحليم human placental lactogen stimulate the growth of the breast الشيء اللي راح يحفز النمو الثدين هو الهورمون اللاكتوجين المشيمي البشري human placental lactogen يسبب growth of the breast بتاتواري هورمون هورمونات اللي تفرزها الغدة النخامية the secretion of prolactin endocorticotropic hormones thyrotropic hormones and melanocyte stimulating hormone increases يزداد إفراز هورمونات البرولاكتين هورمون القشر الكضر وهورمون التغذية الدرقية اللي هنه الاخير واحد من عتنه هورمون اللي تحفز الخلايا الصباغية او الميلانوسايت stimulating hormone راح يزداد اثناء فترة الحمل FSH and LH secretion is greatly inhibited by placental progesterone and estrogen افراز الهورمون follicle stimulating hormone واللتانيزن هورمون راح يتوقف في شكل كبير بسبب ازداد الهورمون البرولاكترون المشيمي during pregnancy posterior pituitary gland release oxytocine in low frequency pulses throughout the pregnancy اثناء فترة الحمل راح يتمقمع افراز البرولاكتين راح يتوقف زين and low frequency pulses throughout the pregnancy at the term the frequency of fossils increases ولكن بعد ما ينتهي الحمل الافراز الهورمون الاكسيتوسين راح يزداد which stimulate uterine contraction اللي هو راح يعني هاي الافراز الهورمون الاكسيتوسين مساعد الاول للتقلصات الرحمية بداية الولادة و pushing the fetus out of the uterine ويساعد على خروج الجنين من الرحم اثناء الولادة ثوريت function بضايف الغد الدراقية gland increase in size by about 13% due to hyperplasia of glandular tissue and increased vascularity يزداد حجم الغد الدراقية بحوالي 13 بسبب التضخم الانسج الغد وزيادة الاوعية الدموية راح يزداد امتصاص الايون اليود اثناء فترة الحمل الحمل ممكن يضطي انطباع او يضطي يعني شكل بفرط النشاط الغد الدراقية ولكن هو الوظيفة الغد الدراقية هو طبيعي وقلنا هذا ازدياد بالحجم الغد بسبب التضخم وزيادة الاوعية الدموية مالته يزداد معدل الايل بسبب زيادة استهلاك الاكسجين من قبل الجنين وعمل القلب الامور اي تهل احنا نحتاج النسبة يعني اكسجين دمان ازداد فما عاد علاقة بالنسبة للثوريد فنكشن سايكولوجيكال change during pregnancy temperamental change are found during pregnancy and in the preparium ممكن يستحصل تغييرات مزاجية اثناء فترة الحمل وكذلك ما بعد الحمل او في فترة النفس نوزيا vomiting mental irritability and sleeplessness are probably due to the some psychological background ممكن يكون الغثيان التقي والتهيج المزاج والارق بسبب بعض التغييرات النفسية اللي ممكن تحدث اثناء فترة الحمل يعني ممكن ها نعتبرها طبيعية ولكن postpartum blows depression or psychosis may develop insusceptible individual ممكن يحدث اكتئاب ما بعد الولادة او الذهان او في فرد يعني حساس ممكن تتطور تتحول الى جنون وهاي غير طبيعية ابدا ويحتاج الى يعني متابعة ومراجعة للطبيب المختص thank you so much for your attention and listen